مرحباً كيف حالكم يا أبناء الحلوين يا باقرة الرياضيات؟ هل أنتم بخير؟ درسنا اليوم في مادة الرياضيات للصف الأول الابتدائي بعنوان العددان تسعة وعشرة سنتعلم في هذا الدرس تسمية العددين تسعة وعشرة وتمييزهما فهل أنتم مستعدون للتعرف على العددين الجديدين؟ هذا هو تسعة انظروا إليه تسعة وهذا هو العدد عشرة إذن دعونا اليوم نتعرف على تسمية العددين وتمييزهما دعونا ننظر إلى الصورة التي أمامنا ماذا تشاهدون؟ نعم إنها عصافير باللون الأحمر ما عدد العصافير بالصورة؟ هيا خمنوا تتوقعوا كم عصفور موجود؟ دعونا الآن نعد مع بعضنا البعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة أحسنتم ممتاز إذن نوجد هنا في الصورة تسعة عصافير إذن تسعة تكتب بالأرقام بهذا الشكل تسعة أحسنتم ونقرأها تسعة أحسنتم رائع من يحب السكاكر؟ والحلوة والحلوة أنا أحب الحلوة والسكاكر كم عدد قطع الحلوة الموجودة؟ هيا نعد مع بعضنا البعض واحد نعم أسرع اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وأخيرا نعم تسعة إذن تسعة تسعة تسكاكر أو تسع قطع حلوة موجودة أحسنتم تكتب بالأرقام تسعة ننظر تسعة وتكتب بالحروف تسعة أحسنتم ممتاز هيا نعد مع بعضنا البعض على خط الأعداد هل تتذكرون خط الأعداد؟ نعم هذا هو خط الأعداد يبدأ من العدد الصغير حتى العدد الكبير أصغر عدد في الصورة ما هو؟ الذي قيمته تعني لا شيء نعم إنه الصفر وأكبر عدد موجود على الشاشة نعم إنه العدد تسعة أحسنتم دعونا الآن نعد على خط الأعداد من الأصغر يعني تصاعديا من العدد الأصغر حتى نصل إلى العدد الأكبر في القفزات هيا مع بعضنا البعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية وأخيرا تسعة ممتاز إذن وصلنا إلى العدد تسعة هاية عصافير بلون مختلف في المرة الأولى كان لون العصفير أحمر أحسنتم تتذكرون بشكل جيد الآن ما لون العصافير؟ نعم لونها أزرق أحسنتم دعونا ننظر إلى الصورة كم عدد العصافير في هذه الصورة؟ هيا قوموا بالعدة بشكل سريع نعم أحسنتم رائع إذن دعونا نعود مع بعضنا البعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتاز إذن لدينا عشرة أصافير باللون الأزرق ممتاز إذن عشرة ماذا تلاحظون العشرة توجد فيها صفر وواحد إذن العدد عشرة يتكون من العدد صفر والعدد واحد فأصبح عشرة أحسنتم إذن عشرة تكتب بالأرقام بهذا الشكل عشرة وتكتب بالحروف وتقرأ عشرة أحسنتم ممتاز إذن بسكويت أنا أحب البسكويت دعونا نعود قطع البسكويت بالصورة إذن سوف أعطيكم دقيقة واحدة حتى تعدوا قطع البسكويت بالصورة هيا نعود بشكل سريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر اشتركوا في القناة ممتاز هيا نعود مع بعضنا البعض إذن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأخيرا عشرة ممتاز أحسنتم إذن العدد عشرة يكتب بالأرقام بهذا الشكل وبالحروف ويقرأ عشرة أحسنتم إذن دعونا الآن نعود على خط الأعداد انظروا سوف نبدأ من العدد الصغير صفر القفزة التالية واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأخيرا عشرة ممتاز فالصفر أصغر عدد موجود الآن في الصورة وأكبر عدد موجود عشرة ممتاز أحسنتم دود انظروا إلى الصورة التي أمامكم نريد أن نقوم بالعد بعد العناصر دعونا نحوط المجموعة التي عدد عناصرها تسعة تسعة باللون الأحمر والتي عدد عناصرها عشرة باللون الأزرق إذن هل أحوط على تسعة عناصر باللون الأزرق؟ كلا إذن أضع أحوط على تسعة عناصر باللون الأحمر وعشرة عناصر باللون الأزرق اتفقنا؟ سأمهلكم دقيقتان بإمكانكم الإجابة على التمرين؟ تمرين واحد في الكتاب صفحة 60 هيا لا تنسوا تسعة باللون الأحمر وعشرة باللون الأزرق هيا هيا اشتركوا في القناة 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 أربعة خمسة فتة سبعة ثمانية تسعة ممتاز إذن هذه تسعة عناصر هل أحوطها باللون الأحمر أم الأزرق؟ نعم أحوطها باللون الأحمر تسعة باللون الأحمر وأحوطها بهذا الشكل تسعة عناصر باللون الأحمر تسعة تسعة ممتاز هيا نعد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة رائع ممتاز إذن عشرة أحوطها أيضا باللون الأحمر كلا كلا إذن سوف أحوطها باللون الأزرق انظروا عشرة عشرة وتكون باللون الأزرق حوطناها الآن باللون الأزرق أحسنتم ممتاز إذن دعونا الآن نتدرب بشكل أكبر انظروا إلى الصورة التي أمامكم أحوط المجموعة التي عدد عناصرها تسعة باللون الأحمر والتي عدد عناصرها عشرة باللون الأزرق بإمكانكم الإجابة عن التمرين ثمين في الكتاب صفحة ستون انتفقنا؟ هيا لديكم دقيقتان هيا قوموا بالعادة بشكل أسرع ترجمة نانسي قنقر 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 نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر إذن دعونا نعود مع بعضنا البعض واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة ممتاز إذن عشرة كم عدد العناصر هنا؟ نعم إنها عشرة عناصر أحسنتم بأي لون أحوطها إذن؟ نعم باللون الأزرق أحسنتم عشرة دعونا نعود بشكل أسرع واحد واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة ممتاز إذن أحوطها بأي لون؟ تسعة عناصر أحوطها بأي لون؟ نعم أحوطها باللون الأحمر ممتاز ضعوا لنفسكم نجمة ووجه ضاحك هيا دعونا نعود الأشياء سوف نحوط المجموعة التي عدد عناصرها تسعة باللون الأحمر وكما قلت عشرة باللون الأزرق بإمكانكم الإجابة على التمرين ثلاثة في الكتاب صفحة واحد وستون هيا اشتركوا في القناة 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 سوف نعود مع بعضنا البعض الآن واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة تسعة عناصر أحوطها باللون؟ نعم الأحمر أحمر فتسعة أمتاز بعد ذلك نعود بشكل أسرع واحد ثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة عشرة أحسنتم إذن عشرة عناصر أحوطها باللون الأزرق أحسنتم بعد ذلك ريش دعونا نعود تسعة عناصر أحوطها باللون؟ الأحمر وعشرة عناصر باللون الأزرق هيا هيا سريعا عباقرة الرياضيات هيا لديكم الآن دقيقتان هيا يا عباقرة الرياضيات أريد سرعة سرعة في الحساب اشتركوا في القناة 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 هيا عدوا هل أكملتم؟ وهذا هل أكملتم؟ هيا أسرع نعود بشكل أسرع دعونا نعود مع بعضنا البعض هيا هيا واحد ثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة وأخيرا عشرة ممتاز أحوطها باللون الأحمر؟ كلا أحوطها باللون الأزرع لأنها تحتوي على عشرة عناصر انظروا عشرة عناصر عشرة فأحوطها باللون الأزرق ممتاز بعد ذلك هل أكملتم؟ هيا واحد ثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة إذن تسعة عناصر أحوطها باللون البنفسجي كلا كلا أخضر؟ نعم أحسنتم إنه اللون الأحمر فأحوطها باللون الأحمر ممتاز إذن لقد اعتدنا على هذا التمرين لدينا مجموعة من الأشجار أريد منكم أن تحوطوا عشرة عناصر باللون الأزرق وتسعة عناصر باللون الأحمر ممتاز لا تنسوا الإجابة على التمرين خمسة في الكتاب صفحة واحد وستون واضح؟ هيا هيا نعود بشكل سريع أسرع أسرع أريد حساب ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر نانسي قنقر نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر بشكل سريع ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر عشرة أحسنتم أحوطها باللون نعم باللون الأزرق عشرة باللون الأزرق أحسنتم دعونا نعود التالي واحد اثنان ثلاثة أربعة خمسة ستة سبعة ثمانية تسعة رائع إذن تسعة عناصر باللون أحمر أحسنتم تسعة عناصر باللون الأحمر ممتاز بإمكانكم الرجوع لكتاب التمارين صفحة 25 لحل المزيد من التمارين اتفقنا جميل وبالتالي انتهينا من درس اليوم وتعرفنا على صديقنا العدد تسعة وأيضا صديقنا العدد عشرة أحسنتم يا أطفالي صفقة قوية لأنفسكم إلى اللقاء